أما فيما يخص نهضة بركان ففريق نهضة بركان بيستعد لمواجهة المغرب التطواني غدا في مباراة مؤجلة بين الفريقين بالدول المغربي وتشتعل المنافسة بين نهضة بركان والوداد على المركز الثالث حيث يحتل أو يتواجد نهضة بركان حلام في المركز الثالث برصيد 43 نقطة بفارق نقطين عن الوداد صاحب المركز الرابع علما بأن نهضة بركان خاض 25 لقاء والوداد خاض 27 مباراة ثانيا المعين الشعباني المدير فاني نهضة بركان رفض فكرة إراحة اللاعبين الأسسين خلال مواجهة المغرب التطواني غدا ووفقا للتقارير المغربية فإن المدرب سيدفع بالتشكيل الأساسي بشكل طبيعي دون التركيز على مواجهة الزمالك في نهاية الكونفيدرالية كسف نهضة بركان تدريباته على كرات السبتة على مدار آخر يومين وكذلك كان هناك فقرة للتزديد من خارج منطقة الجزاء في الجزء الأخير من كل مران استعدادا لمواجهتها المغرب التطواني والزمالك ترجمة نانسي قنقر